باريس كنا اعتدنا أن نلعب بتصنيف متراجع أما هنا فنحن قادة إن فريق باريسان جيرما اختلف تماما عن ما كان عليه أن تقود أبطالا مثل بكهام وباستور هذا الشيق الآن كلنا نريد أن نلعب في فريق باريسان جيرما بفضل الرواتب ومستوى اللاعبين لم يعد مهما أن يتقاد المدرب الجديد أنشيلوتي واللعبون الجدد الملايين في ظل الأزمة الاقتصادية فالمهم بالنسبة لليافعين هو أن فريق باريسان جيرما بحلته الجديدة صار حلوما في عمرهم هذا إنهم لا يلتفتون كثيرا إلى مفهوم المال إنهم فقط يرون النجوم ويتهافتون لشراء ملابس نجومهم المفضلين إنهم لا يلتفتون إلى التمويل ومن يمول كثيرون لا يرون بنادي كرة القدم إلا تخدير البترو دولار ويحلمون بدور أبطال أوروبا أما بالنسبة لمن يدخلون دائرة الاحتراف فإن بعض النقاط ليست بعد على الحروف كان من الأفضل تدريب لعبين محليين بدلا من صرف الملايين لاستقدام لعبين أجانب صحيح أنه علينا أن نكتسب هوية باريسية خصوصا أمام الجمهور الباريسي وأن نمثل بوتقة انصهار للمجتمع الذي نتواجد فيه فنحن لدينا ناديا كبيرا في باريس وعلى الجميع أن يتلاءم معه أن يتلاءموا مع باريس جيرما سيكون عملية أسهل في الموسم المقبل بالنسبة لهؤلاء الشباب لأن النادي سينتقل موقعا إلى منطقتهم في ستاد فرنسا في ساندوني حيث سيأخذون مبارايات ممتعة ترجمة نانسي قنقر